هل الستة لما بتتشغل في دوامة الجواز والأطفال وبتتأخر في العمل بعد سنة 30 تقدر بعد كده تلاقي شغل بسهولة ولا فرصها بتقل دايما الناس بتطلب لغاية 30 بعد 30 بيبقى صعب يعني ممكن من 15 من 20 من 18 كده لا سهلة جدا النت دلوقتي مفتوحة لكل أي حد دلوقتي ممكن تشتغل وممكن ما تسيبش بيتها وتشتغل عادي لا فرصها بتقل وقصة ما فيش شغل دلوقتي ما فيش شغل في محلات ومحلات يعني في الناس بالتابل وناس لا افتكر انه يبقى أصعب شوية لو كانت بدأتها من بدل شوية كان ممكن يبقى أسهل لها بكتير يعني وفرصها تكتر أكتر حتى لو خدت كرسات أو حاجة ممكن داي ساعتها شوية لا والله ممكن تلاقي شغل صعب بعد 30 مش كسبانا أي خبرة تنزل تشتغل حاجة طبعا بيبقى صعب جدا ما فيش شغل الأيام جي سهل منها تلاقي شغل تلاقي شغل كتير يعني فيه ناس يقولك ما فيش شغل ما فيش شغل والبلد لا فيش شغل الأول لازم يبقى عندها خبرة عشان تنسل تشتغل فالخبرة مش موجودة من الأول تاخدها من بعد الجامعة مفروض تنسل تشتغل بعد الجامعة على طول ماما طريبا دلوقتي بيبقى أغلبين عايزين السنة الصغية بيتلاقي شغلي بصعوبة لاني طبعا سنها الكبر وكده فيبقى سعب شوية صعبة شوية بعد سنة 30 لو هي كانت حبة كانت من أول بداية ما خلصت على طول كانت اشتغل فيش سبب ممكنع أو منطق ان هي ما تشتغلش في 20 30 50 حتى لو هي قادرة تعمل كده هتعمل ما فيش حاجة اسمها مصلحية لو هي ناوية وتنزل تعمل كده أكيد هتلاقي عشان الخبرة هم يقول لها بيبقوا عايزين فريش جراديويت يقول لها عايزين حتى عنده خبرة معظم الناس بيبقوا عايزين كده يعني الست سهل جدا تلاقي الشغل بعد سنة 30 وبعد سنة 40 وبعد سنة 50 كمان الستات عندهم مصابرة وعندهم جلد رهيب في الشغل يعني ما بيقاسوش من حاجة يعني مش بتلاقي كتير اشتركوا في القناة